طلبة الطالبات الصف الثالث الإعدادي أهلا بكم على منصة سكولة التعليمية ومعاياكم ميس منال أبو بكر النهاردة إن شاء الله رحلتنا في الترم الأول هتنتهي بيونت 6 أخذنا مع بعض يونت 1, 2, 3, 4 و 5 النهاردة برضو هناخد يونت 6 ونخلص منهج الترم الأول اليونت هناخده على 2 باردس تسهيلا لكم اليونت هناخد فيه مجموعة جديدة من الوكاب about social media استخدام social media زي مثلا كلمة cyberpulling هناخدها تمام هناخد كمان كلمة blog وهناخد كمان مجموعة كده من المصائح how to be a good listener على two parts هناخد كمان grammar جديد هنكلم عن model verbs يعني إزاي استخدام كلمة must, mustn't, have to, has to, don't have to أو doesn't have to كمان هناخد should و shouldn't وأنا أخد might كل ده إن شاء الله هناخده في بارد 1 لو عايزنا أعزيني يوصل لكم مننا كل جديد ياريت تعملوا لايك وشير على الفيديو وسبسكرايب القناة وما تنسوش كل الفيديوهات اللي فاتت موجودة على قناة الاسكولة على اليوتيوب هنروح البلايليست باسم ميس منان أبو بكر إنجليزي ثالثة إعدادي وكمان هتلاقوا في كل الفيديوهات اللي فاتتكم وكمان ما تنسوش تشتركوا على جروب الفيسبوك ثالثة إعدادي عربي ولغات مع الاسكولة وهتلاقوا في كل الفيديوهات اللي فاتتكم بشيتات كمان عليهم عشان تحلوها خليكم معنا تينيجر تينيجر خدناها بكده اللي هو المراهك وممكن نقول تين سوشيال ميديا طبعا كلنا عارفين سوشيال ميديا يعني سايبر بولين إيه سايبر بولين دي اللي هو التنمر إلكتروني يعني إيه التنمر إلكتروني يعني إن حد يبعد ترسالة كده فيها كلام مش ظريف أو تهديد أو يكتبوا لي تعليقات مش حلوة على بوستة اللي حطيته أو على صورة أو أي مكان ده اسمه إيه سايبر بولين أبليتز أبليتز اللي هي القدرات دعم الأرقام اللي هو البليون البليون المليار أبيرنس أبيرنس اللي هو المظهر الخارجي هايت طول طول القامة ممكن أستخدمها معنى طول القامة الناس الطوار يعني common mental health art club support on the other hand on the other hand معنى ها من الجانب آخر يعني إنا أنا مثلا بتكلم عن فكرتين عكس بعض يعني بقول لما بجي أبدأ الفكرة الأولى بقول on one hand وأحط فكرتين لما جي أقول بقى العكس بتاحها أقول on the other hand من ناحية تانية social life social life anxious anxious يعني قلق يعني بتساوي كلمة زي worried ممكن كما تساوي nervous تمام او الانتنم. change behavior يعني غير سلوك. عندي مجموعة من collocations يعني ايه collocation يعني verb بيأخد بيجي مع نون معين. يعني انا عندي نونز دي لما اجي استخدم معها verbs مش بمزاجي لا انا بستخدم معها verb ومعين. زي بقول keep secrets يعني احافظ على السر keep secret join a club. بقول have a problem. have friends. have a haircut. have an opinion. have similar interests. كلمة have a haircut يعني يحصل على قصة شعر. opinion رأي. يكون له رأي. similar interests يعني اهتمامات متشابهة. prepositions انا بقول embarrassed about يعني كلمة embarrassed الصفة embarrassed محرم بتاخد اه preposition about. بقول feel bad about يعني feel about و anxious about. ثلاثة بياخدوه about. كلمة بقى empathy معناها التعاطف. بقول معها ايه بقى show empathy. show empathy يعني يظهر التعاطف او متعاطفه مع الشخص حسن هو يعني حسب بشعوره. show understanding يظهر تفاهم يعني اعبقى متفاهمة للموقف او متفاهمة للمشكلة عند الشخص. بقول share experiences او شارك خبراتي. يعني انا احكي لك تجربة وتجربة بتاعتي وانتم تحكولي تجربة دي اسمها share experiences. هنشوف على كده دلوقتي مجموعة من السنانيمس والانتنمس متعودين كل كده بارت هناخد مجموعة لحد ما نحفظها. kind الكلمة kind دي دي الصفة معنى عطوف والسنانيم منها friendly او gentle. يعني the same meaning لكن opposite unkind. تمام يبقى unkind دي opposite بتاعه. okay. similar means like وعكسها different. when means fully عكسها badly. clear plain clear يعني واضح معناها واضح. بتساوي plain وعكسها hidden او unclear. anxious او word معناها nervous او upset. الاربع زي بعض. اما عكسهم بقى هيبقى quiet و peaceful. تمام? شوف كده عندي reading. reading دي about social media. هم ممكن يقولي write a paragraph about social media. تمام? فممكن طبعا ناخد من هنا افقار او ناخد زي ما هو. نشوف كده. today nearly four billion people use social media in their daily lives. في حياتهم اليومية. some studies يعني بعض الدراسات have found اكتشفت ان اي around 63% of people report feeling upset and anxious after using social media. يعني بيحسوا بالانزعاق بعد استخدام social media. on the other hand من ناحية تانية. social media can be helpful. شوفوا بقى استخدام on the other hand هنا. on the other hand اها. هلاحظ ان الفكرة اللي قبلها عكس اللي بعدها. يعني في الاول احنا اتكلمنا عن disadvantages of social media. تمام? لما جت بقى اعرض بعد العكس اقول لا ده كمان ليها مميزات. قلت ايه? بدأت الجزء بتاعب on the other hand. on the other hand on the other hand وبعدها نلاحظ ان بعدها كما. اها. ييجو وراها كما. social media can be helpful. ممكن انها تكون مساعدة. because we can share experiences and support each other. people can spread positive messages. طبعا ممكن ننشر. spread يعني ينشر. positive messages يعني رسائل ايجابية. this way about the importance of looking after our mental health. بخصوص الاعتناء بصحتنا الزهنية. تمام? نشو بقى كده exercise. choose. number one. I have tried. ايبا. I have tried to an art club. الفرب في الكلوكيشن اللي خدناها. الفرب بيجي مع a club. join ولا go ولا have ولا suspend. تمام? when you show someone that you know how he or she feels. then you show. يعني لما ورلي الشخص انا حاسة بيك. حاسة انت بتشعر بايه. يبقى you show. انت هنا بتزرق. competition. empathy. taste. ولا exam. تمام? empathy. you shouldn't feel bad about being told. يعني مش المفروض ان احنا نبقى محرقين ان احنا من طولنا. ليه بقى? لاني your a is a positive thing. your weight ولا fast ولا distance ولا height. طبعا نتكلم عن طول القمع يبقى height. the unkind text messages. اللي تبقى مش ظريفة. made her feel. طبعا هتخليها feel really upset ولا excited ولا important ولا positive. تمام? upset. we get the opposite of kind. كلمة kind. عشان احصل على opposite منها او الانتنم. by adding. حضف لها البريفكس اي. m ولا in ولا this ولا on. تمام? unkind. عكسها unkind. شو بقى كده الجرامر? اهنا اخد المودل فربس. ايه المودل فربس? بص يا جماعة المودل فربس او الافعال الناقصة اللي هي زي ايه? كلنا عارفينها كان. could. may. might. will. would. should should. should.chemEl should. should. تمام? نشوف بقى كده الجرامر. النهارده هنتكلم عن'. mother verbs. اللي هي اي مودل فيربس؟ اللي هي احنا كلنا عارفينها بس اللي ربما مشوا قدين باننا ندي اسمها مودل فيربس او افعالنا قصلا يعني هي كان وكوت مثلا ماي ومايت ويل ووود شال شود مست مست هفتو طبعا هف وهازتو وهدتو يعني وغيرهم بس الدول هنكن احنا كلنا تعرضنا انهم يعني في السنين اللي فاتتَ او في علي فائر او في المشansas لي فاتت تمام هنشوف النهاردة هناخد منهم اي ماذا ضonia هناخد مست ومست ومآتام ومعروف ان الماض Military لازم يجي جو رأى مصدر ماجهاته للمصدر ده مافيش قبله تو five mej streams اي حاجه فعل يصدق خاص لفي قبله حاجه ولا بعده حاجه اول حاجة مصد انا بستخدم مصد للتعبير عن الضرورة يعني ما اقول الشيء ده لازم اعمله ضروري ان انا اعمله انا مفيش قدام اختيار اخر امام او من المهم جدا ان انا اعمله زي ما اقول ايه good friends must keep secrets لازم يعني مفيش قدامهم اختيار اخر يعني مينفعش ان هما يفشوا السر لو هلاحظ بقى بعد مصد جاي لي ايه فعلي keep keep شكله ايه سادة خاص مفيش قبله two مفيش اخره اي حروف لما اجي استخدم لو انا عندي مصد في الجملة وعايز احاول الجملة لسؤال انا بستخدم مصد كفان ومساعد لعمل السؤال لا اجيبها في الاول must i finish this work today yes طبعا او نوع اما mustn't mustn't معناها يجب الا هي برضو فيها نوع من الضرورة او الالزام بس ان انا ما عملش الفعل ده او تجيني كمان بمعنى ممنوع لو بالنسبة للقوانين والقواعد ممنوع ان انا اعمل حاجة زي دي كما تعبر عن ممنوع بالقوانين زي ما اقول ايه we mustn't park here it's not allowed ده ممنوع not allowed يعني مش مسموع يبنى لو بتكلم عن قانوني بيمنعني ان انا اعمل حاجة اقول mustn't وبردو جايلي وراها park هنا مصدر من غير اي اضافات لقابله ولا بعد ما اقول اي we mustn't drink polluted water مش المفروض هو هنا مش ما اضرش امنعك ولكن هو فيها ضرر كبير جدا هي من الاهمية القصوى ان انت ما تعملش الفعل ده we mustn't drink polluted water طب ايه بقى الحاجة التانية انا اخدها have to و has to برضو معناها من الضروري يعني زي must او زي must او كي من المودن الفيربوس التانية برضو اللي هنستخدمها النهاردة have to و has to برضو معناها بتعبر عن الضرورة بتعبر برضو عن الضرورة زي must تمام زي ما اقول ايه she has to get a password to start the computer ايه لازم يكون معاها ال password عشان تعرف تشغل الكمبيوتر طب اما ايه بقى الفرق ما بين have to و has to زي في المسال i have to pass انا لازم انجح في الانترفيو لازم ما فيش اختيار اخر قدامي طيب انا بستخدم have to مع لو الفاعل i او جامعة يعني we you they اي اسم جامعة و has بستخدمها مع he و she و has to i مفرد او ده الفرق بس فانا بابدل ما بينهم وما ليتين نفس الحاجة بس بابدل ما بينهم حسب الفاعل بتاعي لما اجي بقى اعملها سؤال انا كنت بستخدم مصط لو انا عندي مصط في الجملة وعايز احاولها لسؤال بحط مصط في الاول هي نفسها بستعملها كفاعل مساعد لكن have و has to لا انا بجيب لهم فاعل مساعد من عند اللي هو ايه بقى ان هو لو انا عندي have to بستخدم do كفاعل مساعد لها باعتبرها مدرع بسيط من غير اس فبستخدم do زي ماولي do i have to pass the interview to get the job اوكي yes i do no i don't طبعا ما بجاوب بجاوب بنفس السؤال الا انا فقلت بي لكن لو عندي has to بقى ناخد بالنا has to هاجب لها فاعل مساعد does does she وامه رجع has الى ايه الى have to get a passport to travel يعز شي ضاز نو شي ضاز انتو لما بجاوب بجاوب بايه بالفعل برضو اللي انا سألت بيه اللي هو سجواء كان do او does يبقى ثاني يا جماعة have to لما باجي استخدم لها فاعل مساعد حوالي السؤال هستعمل فاعل do do بقى نحط الفاعل و have to لكن has to انا باعتبرها فاعل مدارع مبئس فاستخدم لها does وحط الفاعل وبعدين هي رجعها المصدر have to يبقى does يجي معها have نشوف بقى كده have to has to لما ننفيهم هيبقى don't have to و doesn't have to في الحالة دي هيبقى معناهم مش ضروري ليس من الضروري تمام وبرضا هيجي وراهم مصدر من her to بس جات منين بقى doesn't و don't don't have to اللي هي اصلها have to واحنا قلنا هنعملها على اساس انها مدارع فحط لها فاعل مساعد do فلما جان فيها هنفيها ب don't تمام doesn't have to دي لاصلها has to doesn't فلما جيت انفيها هتعامل معها لأساس انها مدارع باس فانفيها بكلمة doesn't واحنا عارفين طبعا من زمان من سنين انه doesn't يجي وراها المصدر فهاز ارجحها المصدر بتاعة اللي هو have to وبرضه هيجي وراها الانفينتف دي برضه هيجي وراها الانفينتف تمام هنا لما اقول don't have to or doesn't have to معناها مش ضروري يبقى عندي must معناها ضروري have to ضروري has to ضروري مش ضروري بقى don't have to or doesn't have to مش مهم مش ضروري مش لازم تعمل كبه اما mustn't معناها ايه ممنوع او المفروض ما تعملش كذا تمام زي ما شوف كده المثال معلش مش عبط شوية you don't have to get up early انت مش لازم تصحى بدري it's a holiday she doesn't have to finish this work today مش لازم تخلص الشغل ده النهار ده يعني لسه قدامنا وقت تمام ناخد بقى اللي بعدها should should and shouldn't انا بستخدهم لاعطاء النصيحة لما اجي انصح حد وطبعا النصيحة دي معناها ان انا مفيش في ايدي حاجة اعملها انا بقولك اعمل كذا بنصحك انت بقى تنفذ النصيحة ما تنفذ النصيحة براحتك دي لإعطاء نصيحة وطبعا برضو هيجي وراهم الانفنتف كل الافعال النقصة دي يجي وراها الانفنتف should لو انا بنصحك انك تعمل شيء و shouldn't لو بنصحك انك ما تعملش الشيء ده زي ما قولي you should eat healthy food should هنا بمعناها ان انا بقدم لك نصيحة انت حر بقى تعملها او ما تعملهاش you shouldn't say unkind words things to people should i finish this work هي should كمان بقى لو انا هي موجودة في الجملة وعايز احول الجملة الى سؤال بستخدمها كفاع المساعد بحطلع should برا كفاع المساعد what should i do to keep healthy لما اسأل حد النصيحة اقوله ايه what should i do to وحط الفعل اللي انا بسأل على انه ينصحني بخصوصه يعني تمام يبقى تاني يا جماعة بالنسبة لمصد انا بستخدمها في السؤال ممكن اطلعها برا الجملة علشان في بداية الجملة علشان احاول الجملة الى سؤال تمام اما have to have to has to لا انا هجب لهم فعل مساعد do does سواء في السؤال او في النفي وطبعا الاول مستخدم does doesn't has to have to عندي should i am not sure انا مش متأكدة وبرضا طبعا بيجي وراها infinitive او بطعبا عن احتمالات او عدم التأكد من حدوث ج يعني مثلا لما اقول ايه she might come tomorrow or or مش مهم should should للنصيحة انك تعمل كذا should انت بنصحك انك ما تعملش الفعل ده might معناها من الممكن احتمال مش معكد تمام شوف كذا الجملة الاولى i will tell you a secret but you tell anyone طالما secret ممنوع انك تقول الحد المفروض انك ما تقولش حد يبقى mustn't ولا don't have to ولا might not ولا must امام mustn't مش المفروض انك تقول الحد طارق is worried الان ليه because he do badly in his exam he must do badly هو لازم هيعمل يعني لأ has to might have to تمام لانه احتمال انا شيء غير مؤكد يبقى هستخدم might this dog is angry you a go near it you should go near it you must shouldn't aren't لا you shouldn't تمام انا بنصحك بقى انت حر my father a go to work at 6am tomorrow for a meeting might ولا has to شد طبعا هو عنده meeting فلازم يروح ده شيء فيه ضرورة يبقى has to لسه فيه part 2 فخليكم عن عشان يوصلكم من هنا كل جديد ياريت لايك وشير وسبسكرايب القناة وتنسوش تفعلوا در الجرس عشان يوصلكم من هنا كل جديد كمان ما تنسوش تروحوا للينك اللي تحت الفيديو وده هيوصلكم على موقع سكولا وهناك هتلاقوا اختبار تفاعلي هتحلوه كله اختيارات فهيظهر لكم نتيجة ساعتها وفيه تنوع من الاسئلة وكمان هتلاقوا sheet عشان الاسئلة اللي بتحتاج مقالية بتحتاج ان انت تكتب بنفسك وفيه sheet مجاب عليه يعني بالاجابة بتاعته عشان تقارن اجابك اشتركوا في القناة